موسيقى مشاهدين أينما كنتم أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج البعد الإثريقي وتتابعون معنا الليلة كيف تحولت الصناعة الصيدلانية في الجزائر من عبء اقتصادي في ميزانية الدولة إلى مساهم في التنمية خلال ظرف وجيز ما الذي يكشف عنه المشهد الانتخابي في ثلث القارة الإفريقية خلال هذه السنة وإلى أي مدى يمكن أن تتحول هذه الاستحقاقات إلى آلية للاستقرار السياسي ودرع لحماية الأمن القومي في المنطقة نسأل أيضا في هذا العدد كيف اقتصبت السقية الحمراء ووادي الذهب بموجب اتفاقية مدريد التي شردت جيلين كاملين من الصحراويين ولماذا أبقت إسبانيا مقاطعتها الثالثة والخمسين من غير حل نهائي إلى يومنا هذا وتنازلت عنها لمستعمر آخر دون إجراء الاستفتاء الموعود نجحت الجزائر في إعادة بعث صناعة الصيدلانية المحلية ورفع القدرات الإنتاجية الوطنية في هذا المجال لتتجاوز السبعين في المائة والصهر على تغطية السوق بإنتاج محلي لمختلف الأدوية في ظرف وجيز مما سهم في تقليص فاتورة الاستيراد إلى 40% مقارنة بالسنوات الماضية والرفع من جودة الأدوية المنتجة والمستلزمة الطبية إلى مستوى المعايير الدولية مما يسهل اعتمادها من طرف الهيئات المختصة في العالم ناهيك عن قابلية تصديرها وإقامة شركات تعاون وثيقة في هذا المجال للوقوف عند العوامل التي جعلت هذا القطاع يتحول من عبء اقتصادي إلى مساهم في التلمية يحضر معي المحلل الاقتصادي عبدالقادر سليماني سيد عبدالقادر أهلا بك معنا أهلا وسهلا شكرا على الاستثافة الطيبة بداية سيد سليماني فيما تكمن أهمية قطاع الصناعة الصيدلانية نعرف اليوم أن السيادة الصحية والأمن الصحي هو من بين الركائز السيادة الاقتصادية في الجزائر وحتى تساهم في الأمن القومي الجزائري لذا ساعة الجزائر وخصصا سيد رئيس الجمهورية إلى تعزيز أولا الصناعة الصيدلانية وذلك بإنشاء وزارة خاصة يا وزارة الإنتاج الصيدلاني سعيا منها لتعزيز القدرات الوطنية نعرف أن النسيج الصناعي الصيدلاني يعني فيه العشرات تقريبا نتكلم على 207 مصنع للإنتاج الصيدلاني إذن اليوم هذا هو السعي أولا التحدي والرهان كبير هو الوصول إلى السيادة الصحية خصوصا مع الأزمات العالمية الصحية كان أخرها أزمة كوفيد إذن اليوم الجزائر تستشرف للمستقبل بإنشاء وزارة خاصة بالإنتاج الصيدلاني لتدعيم الإنتاج المحلي واليوم الأرقام تتكلم أن الجزائر وصلت إلى أكثر من 70% من تغطية السوق الوطني نعم 72% في تغطية السوق الوطني نعرف اليوم أن هناك المئات الألاف من مرضى السكري وخصوصا مرضى السرطان نعرف كذلك أن فاتورة الاستيراد قبل 2019 كانت أكثر من 2 مليار دولار إذن خفضت إلى 40% طبيعة الحالة اليوم نسبة الإنخفاض وصلت إلى 40% اليوم رأنا في حدود 1.5 مليار دولار وهناك بتعزيز القدرات الإنتاجية سنصل نهاية 2024 إلى 1 مليار دولار كفاتورة استيراد إذن نقول أن الإنتاج السيدلاني في الجزائر يعزز السيادة الصحية نعم كيف تحول هذا القطاع من عبء اقتصادي في ميزانية الدولة إلى مساهم في التنمية كما ذكرت سيد سليماني نتحدث عن 207 وحدة إنتاج للدواء في الجزائر نتحدث عن تقليص فاتورة الاستيراد ب40% نتحدث عن تحقيق احتياجات السوق الوطني ب72% وهناك أيضا ربما ستصل إلى 80% قبل نهاية 2024 يعني كيف حدثت هذه القفزة النوعية في هذا القطاع؟ صحيح هي قفزة بل طفرة كبيرة عاشها القطاع الإنتاج السيدلاني وذلك لأن الدولة الجزائرية اعتمدت على استراتيجية وطنية للإنتاج السيدلاني أولا في تعزيز القدرات الوطنية وإعادة بحث الحياة أو بحث الروح في الشركات الوطنية وأولوها شركة السيدل اليوم السيدلان أصبح لديها العديد من المصانع في كل الولايات بالإضافة إلى في مجال استراتيجية كذلك نتكلمه على تشجيع الاستثمار دعنا نقول فوزي اليوم أن أهم قطاع في مجال الاستثمار خصوصا أنه اليوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تدعم مباشرة دعنا نقول أن هناك بيسات أحمر لكل الاستثمارات الصيدلانية في إنتاج السيدلاني إما في الأدوية أو صناعة المستلزمات الطبية دعنا نقول أنه أكثر العقار الاقتصادي اليوم يمنح مباشرة للمشاريع والاستثمارات التي تساهم في خلق ثروة وخلق الإنتاج ودعنا نقول أنه حتى هناك استثمارات أجنبية اليوم الجزائر تحولت من بلد كان يستولد الأنسولين إلى بلد تصديرها يصدر الأنسولين تكلمنا على تقريبا أننا في حدود 13 مليون دولار الصادرات الجزائرية من أقلم الأنسولين ومواد أخرى إلى السعودية نعم إلى السعودية وكذا كذلك علم أنه من الصعب اقتحام هذه الأسواق سيد سليماني طبيعة الحال هناك منافسة شديدة فحي عندما تكلموا على السوق السعودية السوق ناشطة جدا سوق فيها العديد من الفوائل خصوصا المخابر الصينية والمخابر الهندية وحتى بعض المخابر العربية بالإضافة إلى أنه صدرنا شحنة أخرى إلى كل من ليبيا إلى كل من إثيوبيا شفنا أنه إثيوبيا وكل القارة الإفريقية اليوم فتحت أبوابها إلى المنتوجات الصيدلانية والشبه الصيدلانية نعرف اليوم أن الإنتاج الصيدلاني في الجزائر نتكلم على إنتاج بلغ 3.5 مليار دولار إذن مساهمة كبيرة في الانتاج في الناتج داخلي الخام وهناك يعني تعويل على وصولها إلى 4 مليار دولار كإنتاج وطني من الإنتاج الصيدلاني في أفاق نهاية 2024 إذن اليوم جزائر تحولت من دولة تستورد الأدوية إلى الدولة تصدر الأدوية خصوصا إلى الدول العربية وكذلك الدول الإفريقية هل حققت الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الدولة في الوصول إلى النتائج أو بلغ نتائج المرجوة أتحدث عن قانون الاستثمار الذي ذكرته سيد سليماني أتحدث عن منع استراد الأدوية التي تنتج محليا بالإضافة إلى استحداث وزارة خاصة بهذا القطع يعني شفنا أركان الاستراتيجية الوطنية الإنتاج الصيدلاني والوصول إلى اكتفاء الذاتي كان أولى هو إنشاء وزارة مستقلة هي وزارة يعني الإنتاج الصيدلاني ثم رحنا إلى تشجيع الاستثمار خصوصاً أنه كما قلنا أنه وكالة جزائرية ترقية الاستثمار تدعم وتعطي مزايا تفضيلية لكل مشاريع والاستثمارات في هذا المجال نتكلمه على العقار الاقتصادي نتكلمه على المزايا نتكلمه كذلك على سرعة ردة الفعل واستقبال كل هذه المشاريع من طرف الشركة الناشئة والشركة المصغرة وحتى المستقمر الأجنبي بالإضافة حتى تم إدخال دور كبير للجامعة الجزائرية والمخابر الأدوية والمخابر الكيميائية نعرف اليوم أن شركة سيدال لديها شركاء من روسيا شركاء من كوريا كل هذا من أجل زيادة الإنتاج السيدالاني هنا في الجزائر نتكلمه اليوم كما قلنا سوف نصل إلى 4 مليار دولار كإنتاج سيدالاني في الجزائر هذا بتشجيع الاستثمار الخاص وكذلك الاستثمار العمومي عن طريق شركات مثل سيدال أو حتى استثمارين أجانب مثل شركة ربما نوفو نورديسك أو حتى شركات أخرى التي ساهمت في تقطية الاحتياج الوطني ثم رحنا إلى التصدير إذن الطريق متواصل والجهود كذلك مازالت متواصلة في بلوغ تقريبا أكثر من 80% تقطية السوق الوطني وذلك عن طريق تشجيع الاستثمار تلبية الوصول إلى الاكتفاء ذاتي ثم الذهاب إلى صادرات الجزائرية اليوم تعول على صادرات خارج المحلوقات ومن أهمها هي الصناعات السيدلانية دون نسيان أن هناك صالون ومعارض مهمة تقام في العاصمة وفي وهران وفي قسنطينة كلها من أجل تشجيع الاستثمار في مجال الصناعات السيدلانية الجزائر في خطوة أخرى تسعى إلى الانتقال إلى مرحلة ثانية وهي تصنيع الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج خاصة الأدوية الخاصة بمرضى السرطان المواد الأولية التي أصبحت تصنع حاليا في الجزائر هناك أيضا عدد من اللقاحات الخاصة بالأطفال بعد بلوغ هذه المرحلة والتحكم فيها جيدا هل سيكون هذا مؤشر يعني لتحقيق الأمن الصحي في الجزائر هل سنقول أننا حققنا أمن الصحي في الجزائر كما نعلم فوزي أنه اليوم التكنولوجيا أصبحت ضرورية في الإنتاج الصيدلاني أو ما يسمى بالفول بروسس أي كيفية الإدماج الكل في نسب الإنتاج الصيدلاني وهذا تم بمعية شركاء أجانب كما قلنا شركاء من أوروبا من الصين من كوريا من كذلك روسيا واليوم لدينا التحكم في التكنولوجيا لدينا المورد البشري نعرف اليوم أنه فيه مئات الألاف من خريجي المعاهد والجامعات كذلك دون نسيان أنه لدينا مخابر مختصة في الصيدلاء وفي البتروكيمياء وكذلك في الكيمياء وكل هذا جعل لدينا نسيج من المؤسسات الناشئة والمؤسسات المسغرة التي تنشط إما في إطار المناولاتية أو في إطار أنه هناك شراكات حقيقية مع كبريات الشركات العالمية والدولية التي دخلت هنا للجزائر لأنها وجدت مناخ الأعمال المناسب وجدت بيئة اقتصادية محفزة اليوم نتكلمه ليس على السوق الوطنية فقط بل حتى إلى العمق الإفريقي كما نعلم أن الأدوية الضرورية هنا في الجزائر هي أولا الأدوية السكرية وكذلك أدوية السرطان نعرف أنه في الجزائر لدينا المئات بل الملايين من مرضى السكرية وكذلك مئات الألاف من مرضى السرطان إذن نرى أنه السياسة حكيمة أولا في بلوغ اكتفاء ذاتي وثم تنظيم الاستيراد لا نقول منع بل تم تنظيم الاستيراد من أجل تشجيع الإنتاج الوطني وإدخال المواد الأولية أو متخلات التي بها نستطيع أن يكون لدينا إنتاج وطني ونتحكم في نسبة الإدماج أو ما يسمى بفول بروسس وهل اليوم الذهاب إلى إقامة شراكات خاصة لنقل التكنولوجية إلى الجزائر تعد من الأولويات خاصة فيما يخص الأدوية التي لا تنتج في الجزائر هذا صحيح كما قلنا أنه اليوم الاستثمار الأجنبي أو كما قال السيد الرئيس الجمهورية الشراكات الاستراتيجية التي من خلالها يتم نقل التكنولوجيا يتم نقل المعرفة يتم نقل الخبرات لأنه اليوم نتكلم على مخابر دولية ونعرف أن المخابر الأدوية العالمية تسيطر على الأسواق العالمية أو ما يسمى هناك لوبي دولي يتحكم في الصناعات الصيدلانية وهناك حتى مخترعين جزائريين قد موجودين في أمريكا وموجودين في أوروبا لديهم الحلول لديهم الابتكارات لكن دائما تقف في وجوههم اللوبيات والمصانع العالمية لكن اليوم الجزائر فتحت أبوابها أمام الشراكات الحقيقية الشراكات الاستراتيجية من أجل خلق نسيج نسيج من الشركات التي تنشط في مجال الصناعات الصيدلانية اليوم رانات في تقريبا أكثر من مئتين وسبعة شركة ونريد الوصول تقريبا إلى ثلثمية أربعمية شركة لملاوة فتح المجال خصيا مع قانون الاستثمار الجديد مع قانون العقار الاقتصادي الذي يشجع الاستثمار في هذا المجال قانون النقدي والمصري في كذلك الذي يتيح تمويل تمويل الابتكارات والتمويل لمؤسسات الناشئة التي تنشط في مجال التكنولوجيا أو بيوتك التي تساهم وربما هي ركن أساسي في صناعات الأدوية الصناعة الصيدلانية لديها ميزة وخصائص لأن تميزها عن باقي الصلاعات وقال متنمع القطاعات الأخرى طبيعة الحال لذا واجب تضافر الجهود من المعاهد من الجامعات من الوزارات وكل هذا من أجل إدخال استثمار الأجنبي إدخال التكنولوجيا والابتكار والتعويل على المولد البشري الجزائي ألا تعتقدون أن الصناعة الصيدلانية وأيضا المستلزمات الطبية في الجزائر ستنتعش بعد استحداث مخبر وطني للتكافأ الحيوي هكذا يسمى والذي يعتبر آلية لمراقبة جودة الأدوية المصنوعة محليا أو المستوردة صحيح البداية فوزي كانت بعدها في جائحة كورونا شفنا أنه كان هناك تهافت للشباب والمؤسسات الناشئة أو المؤسسات المصغرة في الإنتاج الصيدلاني أو المعاقمات وبدأت حركية كبيرة وديناميكية كانت تعززت بأنه الدولة الجزائرية سهلت تمويل المشاريع المبتكرة وتمويل الصناعات الصيدلانية إذن مخابر مثل هذا المخابر في انتظار مخابر أخرى في مجال الجينات والأدوية الأخرى سيساهم في زيادة إنتاج وحتى زيادة عدد الأدوية اليوم نتكلمها تقريبا على 3800 دواء يتم تصنيعه هنا في الجزائر من أصل تقريبا 4500 دواء إذن لدينا نسبة مهمة جدا يمكن الوصول إلى حتى 100% من الأدوية المبتكرة والأدوية خصوصا عندما نتكلمها على أدوية السكر وأدوية السرطان لدينا حتى عملاق آخر الذي نجح في اختراع دواء تخطر الدم إذن هناك ديناميكية هناك قانون الاستثمار هناك تشجيع من طرف الدولة الجزائرية على إحداث وثبة في قطاع الإنتاج السيدلاني للوصول إلى اكتفاء ذاتي ثم بلوغ صادرات في مجال الأدوية خصوصا أدوية الأنسولين وأدوية أمراض السرطان وفيما يخص مواجهة المنافسة الشديدة التي تحدثنا عليها في هذا القطاع ألا ترون أن وجوب سير القطاع العام مع القطاع الخاص في نظرة متكاملة صحيح اليوم دائما نتكلم على الوطنية الاقتصادية أو على المؤسسات والشركات العمومية التي كانت تنتج منتوجات ومواد صيدلانية وأدوية وتكلم سيد الرئيسة الجمهورية أنه كانت هناك محاولات لتكسير هذه الشركات لكن اليوم الإرادة السياسية موجودة العازمة موجودة لدى الشباب لدى الوزارة والنتائج ظهرت في ظرفين وجيزين والنتائج ظهرت شفنا أنه تخفيض فاتورة الاستيناة بـ 40% نعم من 2022 إلى اليوم شهدنا طفرة تقريبا نتكلم على 40% حتى الاكتفاء الذاتي في بعض الأدوية والوصول إلى التصدير إذن هناك انتعاشة قوية في مجال الإنتاج الصيدلاني وهذا يحكس كما قلنا الإرادة السياسية والعازمة وكذلك بيئة اقتصادية محفزة من بينها قانون الاستثمار الجديد وإنشاء الوكالة الجزائرية تلقية الاستثمار خصوصا في مجال الصناعات الصيدلانية وهل استراتيجية التي سطرت من طرف السلطات العليا فيما يخص هذا القطاع كفيلة بإحداث طفرة يعني خاصة على مدينة المتوسط والبعيد وهي مبنية على ثلاث محاور نتحدث عن ترقية الاستثمار والإنتاج الصيدلاني الوطني وكذلك تعزيز تغطية الاحتياجات الوطنية من حيث المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى وضع خطة خاصة بالتصدير عندما نتكلم على خطة واستراتيجية نتكلم على الأقل على خمس سنوات إلى سبع سنوات المرحلة الأولى كما قلنا قد فتناها وهي أنه عندنا منظومة تشريعية لدينا قانون الاستثمار لدينا تشجيع للدخول إلى عالم الاستثمار وتنويع الأدوية لأنه اليوم هناك خطة عمل هناك أنه اليوم المستثمر يستشير الوزارة ويستشير وكرة الجزائرية لترقية الاستثمار ما هي الميادين أو ما هي المواد التي فيها عز هنا في السوق الوطنية ورحنا إلى المرحلة الثانية هو الاكتفاء الذاتي في بعض الأدوية رانا في حدوث 72% في آخر سنة 2024 سنصل إلى 80% معنا اليوم الخطوة الأولى والخطوة الثانية من الاستراتيجية رانا موفقين فيها ننتج ثلاثة ألاف وثمانمائة دواء من أصل أربعة ألاف وخمسمائة المتوجدة في القائمة نعم هي نسبة كبيرة جدا إذن نحن تقريبا في منتصف الطريق هذه الخطة الاستراتيجية الطموحة من أجل تعزيز السيادة الصحية والأمن الصحي الذي يعتبر ركيزها أساسية عندما ننظر اليوم ونقارن نفسنا بالإخوة من دول العربية والدول الإفريقية الجزائر في مراتب مهمة جدا في مراتب الأولى في ناحية الاكتفاء الذاتي في الأدوية فالطريق ما زالت طويلة نحن في منتصف الطريق في انتظار ووصول إلى صادرات كبيرة وبلوغ يعني أرقام التي تساعد أولا تساهم في النتج الداخلي الخام وتساعد على تحفيز صادرات خارج المحلوقات وهو الهدف هو 29 مليار دولار في أثاق 2030 بناء على كل هذه المؤشرات ما هو مستقبل الصناعة الصيدلانية في القارة إفريقيا؟ نعرف أن هناك عدس كبير في القارة الإفريقية وهناك حتى بعض الأمراض التي كانت من القرون الوسطى ما زالت للأسف موجودة في القارة الإفريقية لكن اليوم بالعزيمة الأفارقة وخصوصا النموذج الجزائري في الاستثمار الصيدلاني وفي قانون الاستثمار سوف يعطي تجربة طموحة سوف تطرح على باقي الأصدقاء والإخوة الأفارقة من أجل وصول إلى أمن صحي مستتب ونعود كذلك على استثمارات حقيقية استثمارات أوروبية أمريكية وصينية ونعرف أن اليوم إفريقيا أصبحت مقصة استقطاب اليوم نحن نعيش في عالم متعدد القطبية فكل الخطط والاستراتيجيات من خطة إيطاليا خطة الصين خطة أوروبا لا تستثني القارة الإفريقية لا تستثني القارة الإفريقية بل تسعى إلى جذب الأفارقة إلى صفهم إذن حالة الأفارقة أن يكون أكثر ذكاءاً وجلب استثمارات خصوصاً للوصول إلى أمن وسيادة صحية تضمن أن تكون هناك حياة كريمة للمواطن الإفريقي سيدة أبقاد سليماني أشكرك على كل هذا التحليل وهذه المعطيات الخاصة بملف الصنع الصيدلانية والمستلزمات الطبية في الجزائر شكراً جزيلاً برنامج البعد الإفريقي متواصل وعود لنا بعد الفاصل تتمثل أبرز الأحداث في إفريقيا هذه السنة في كثافة المواعيد الانتخابية التي بلغت 19 استحقاقاً رئاسياً خاصاً بكل من جزر القمور السينيغال التشاد موريطانيا رواندا الجزائر موزنبيق بوتسوانا تونس موريشيوس ناميبيا أرض الصومال غانا جنوب السودان غينيا بيساو غينيا كوناكري فيما أجلت الانتخابات إلى أجل غير مسمى في البلدان التي حدثت بها انقلابات عسكرية على غرار مالي وبوركينافاسو لتحليل المشهد الانتخابي لهذه السنة في الدول الإفريقية السالفة الذكر أسعد باستضافة الدكتور حسام حمزة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أستاذ حسام حمزة أهلاً بك معنا أهلاً وسهلاً مرحباً بداية ما الذي يخفيه المشهد الانتخابي في إفريقيا لهذه السنة عندما نتحدث دائماً على انتخابات في القارة الإفريقية فنحن نتحدث عن اختبار للديمقراطية في القارة وبالتالي كل انتخابات هي مناسبة لتقييم مستوى التقدم في عملية البناء الديمقراطي في القارة الإفريقية لأنه بناء حديث نحن نتحدث عن عملية لبرلا والدامقرطة انطلاقاً من بداية تسعينيات إلى غاية الآن وبالتالي هي تجربة حديثة تجربة حديثة تجربة حدثت فيها الكثير من الاختلالات وبالتالي في كل مرة نحن أمام اختبار جديد ولكنه في اعتقادي اختبار يثبت بأننا نتقدم في عملية الدمقراطة في القارة الإفريقية وفي كل مرة وفي كل اختبار الأفارقة يجربون أشياء جديدة وبالتالي يتكيفون أكثر وأكثر وتزيد من عملية الاستقرار في هذه الدول لهذا أنا أعتقد بأن اليوم عندما نتحدث عن الانتخابات في القارة الإفريقية فيجب دائماً أن نتحدث عنها في إطار مواصلة عملية البناء الديمقراطي الذي شرع فيه تقريباً منذ أكثر من ثلاثة عقود قلت أنه اختبار هل هو اختبار صعب في ظل ما تشهده بعض المناطق في القارة الإفريقية من عدم استقرار وغير ذلك صحيح هو صعب في بعض البلدان وأقل صعوبة في بلدان أخرى صعب في البلدان التي يحدد فيها حالة من الانقسام الشديد بين سواء داخل السلطة أو حتى على المستوى الأفقي يعني داخل الشعب وهذه في الحقيقة عملية الدمقراطة فيها عادة ما تكون أصعب بالنظر إلى التركيبة المعقدة للشعب والمجتمع بالإضافة إلى علاقة اللاثقة بين الشعب والسلطة بالإضافة إلى الممارسات التي شاهدناها في المرحلة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة أتحدث بالدرجة الأولى عن الإنقلابات وهذه أيضا من شأنها أن تزيد وتعمق من مشكلة التقة بين الشعب والسلطة إذن في هذه البلدان وهي قليلة على كل حال نتحدث عن اختمار صعب ولكن في دول أخرى التي بدأت تتعود رويدا رويدا تصحح أخطاءها انطلاقا من التجارب السابقة أعتقد بأن العملية ستتم بسلاسة أكثر وأكثر وفيه نوع من التمسك بالعملية الانتخابية كعامل يضمن استقرار البلاد من السلطة ومن الشعب وبالتالي هي في اعتقادي اختبار أيسر بالنسبة لهذه البلدان وهل يمكن أن تتحول هذه الاستحقاقات إلى آلية للاستقرار السياسي ثم هل بإمكانها أيضا التقليل من ظاهرة الانقلابات التي تشهدها القارة هذا هو الأصل فيها أننا عندما نتحدث عن الانتخابات فنحن نريد أن نعالج مشكل عويص وعميق في المجتمعات والدول الإفريقية وهو مشكل انتقال السلطة الانتكاسات التي حصلت في الأعوام والعقود الماضية تجعلنا دائما نترقب هذه الانتخابات ولكن أقول بأن كل ما حدث فيه أو توفرت الشروط اللازمة للعملية الانتخابية التي من شأنها أولا أن تزيد من مستوى شرعية السلطة الحاكمة وتزيد من مستوى ثقة المواطنين في العملية الانتخابية والسلطة التي تنبتق على هذه العملية وهذا هو الأهم وهذا هو المنشود بالنسبة للدول الإفريقية كلما كانت العملية الانتخابية عاملا لتعزيز الاستقرار وتعزيز عملية البناء الديمقراطي وأريد أن أؤكدها لهذه النقطة أستاذ فوزي لأنه يجب دائما عندما نقيم التجربة الديمقراطية في الدول الإفريقية فيجب أن نقيمها انطلاقا من عمرها وعمرها ما زال صغير هي في مرحلة التكون وبالتالي من المنطقي ومن الطبيعي أن تحدث فيها الكثير من الاختلالات ولكن الأهم هو أن نواصل عملية التقدم حتى نصل إلى المستوى الذي ننشده جميعا يرى بعض المراقبون أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في بعض البلدان الإفريقية كانت اختبارا فريدا من نوعه بالنسبة للناخبين أو المنتخبين نتحدث عن بعض البلدان التي كنا ننتظر أن تؤجل ربما فيها موعيد الانتخابات أو تحدث على مستوها أيضا ربما فوضى نتحدث عن السينيغال نتحدث عن جمهورية كونغو الديمقراطية نتحدث عن جنوب إفريقيا أيضا عن نيجيريا التي أيضا أجريت بها انتخابات نهاية 2023 والتي كانت ناجحة إلى حد ما نتحدث عن 12.5 مليون ناخب من الشباب في نيجيريا حوالي 43% أيضا في الكونغو أيضا السينيغال أيضا أدهشة العالم في الوقت الذي كانوا ينتظرون خلال رئاسة ماكيسان للبلد كانوا ينتظرون أن الموعد سيؤجل لكن في الحقيقة أن كان هناك إقبال ونجحة العملية الانتخابية صحيح ويمكن أن نضيف إلى العوامل التي ذكرناها عامل مهم جدا يزيد من مستوى الخطورة في العملية الانتخابية في القارة الإفريقية وهو عامل التأثير الأجنبي وحتى في بعض الأحيان التدخل لأن الكثير من الحكام والنخب الحاكمة في هذه الدول التي ذكرتها مثل السينيغال مثلا يحدث فيها محاولة التأثير على النتائج من الأطراف التي لديها علاقات ما نعم أطراف خارجية لديها علاقات ما في بعض الأحيان مشبوهة مع السلطة الحاكمة لهذا الترقب دائما يكون كبيرا وحتى في بعض الأحيان يجري الحديث قبل العملية الانتخابية عن احتمال كبير للتصوير لأن هذه النخب ليست مستعدة للتنازل عن السلطة ولا حتى الطرف الذي يدعمها مستعد لأن يضحي بها ولكن عندما يحدث التجند الشعبي وعندما يكون فيه فعلا حرص على إنجاح هذه العملية الانتخابية وعلى إنجاح شخص ما عندما نتحدث مثلا عن ديوماي فاي في السينيغال فقد حصل نتيجة كبيرة جدا تثبت بأن هذا الشخص لديه مستوى كبير جدا من التمثيل ومن التقى من الشعب هذا العنصر في حد ذاته هو الذي يحبط المشاريع الأخرى التي تريد أن تفشل العملية الانتخابية وفي الوقت نفسه يكون لدى الشعوب سواء الشعوب التي جار لديها الانتخاب أتحدث عن الشعب السينيغالي أو شعوب القارة الإفريقية بصفة عامة يكون لها انطباعا جيدا ويحفزها أكثر للمشاركة في العملية الانتخابية لهذا واضح من خلال المعادلة التي ذكرتها أستاذ فوزي أنه عندما في بعض الأحيان نرتقب فشلا للعمليات الانتخابية أن تجرى في ظروف صعبة أن تؤدي إلى أوضاع من لا استقرار ولكن العكس هو الذي يحصل الذي يؤثر على هذه المعادلة هو الالتزام الشعبي عندما يكون لدينا الالتزام شعبي رقابة حقيقية دعم لطرف هو فعلا طرف غير فاسد غير متورط فإنه عادة هذا تتكون لدينا الوصفة السحرية إن صح التعبير لنجاح الانتخابات في القارة الإفريقية أغلب المجالس العسكرية الانتقالية في دول التي حدثت فيها انقلابات لم تلتزم بوعودها في العمل على انتقال السلطة إلى المدنيين والعمل بالمؤسسات الدستورية خاصة نتحدث عن بوركينافاس وما للتاني أجلت بهما الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى فما هي خطورة هذه الخطوة من عكسات هذه الخطوة على البلد وعلى القارة علما أن الأغلبية من المراقبين يقولون أن هذه الخطوات غير مدروسة صحيح لأنه عندما نتحدث عن مواصلة حكم الإنقلابيين فهذا من شأنه كلما طال الأمد أن يؤدي إلى مزيد من الانقسام الانقسام أولا بين الطرف المدني والطرف العسكري في الدولة وحتى انقسام داخل الشعب لأنه ممكن أنه عندما يكون الإنقلاب جديدا ونتيجة للأهداف التي يضعها الإنقلابيون يمكن أن يحظى بدعم من طرف المدنيين ولكن طول أمد حكم الإنقلابيين سيكون شعورا لدى الشعب بأننا متجهون إلى تجربة استبداد جديدة وهنا يبدأ يحصل التململ وبالتالي نتجه إلى ربما حتى مواجهات ويفلت الاستقرار في هذه الدول لهذا أعتقد بأن التأجيل غير المنطقي في بعض الأحيان وإن كان لديه بعض المبررات الموضوعية يعني عندما نتحدث مثلا عن مالي يعني الذي يتحكم في القوائم الانتخابية هي شركة فرنسية يعني هي التي تحوز المعلومات التي الخاصة بالبطاقة الوطنية للناخبين فهذا عامل موضوعي ربما يحتاج إلى معالجة ولكن يحتاج إلى معالجة ولكن هذا لا يجب أبدا أن يكون مبررا لاستمرار حكم الانقلابي لأنه كما قلنا يؤثر على المدى الطويل أولا في معادلة التقى بين السلطة والشعب وهذا ضروري جدا في عملية الاستقرار والحفاظ عليه مستقبلا وثانيا يمكن حتى أن يولد انقسامات داخل الشعب لأنه أن يحصل لدينا طرف يؤيد الحكم الانقلابي وطرف آخر يطالب بعودة الحكم المدني فيمكن أن يؤدي هذا إلى حالة من الاستقطاب التي قد تؤدي إلى الاستقرار وهل هو تفوت لفرص من شأنها ربما إعادة الديمقراطية إلى السكة؟ هذا دليل على أن هذه المجالس الحاكمة في الحقيقة لم يكن لديها تصور عن الوضع الحقيقي وبالتالي فوجئت بالوضع فلم تكن لديها القدرة على السيطرة عليه والعودة إلى الوضع الطبيعي نتيجة لهذا أكيد بأننا نفوت فرصا على شعوب هذه الدول نفوت فرصا على دول هذه الدول قارة الإفريقية لأنه ندرك تماما بأن حالات لا استقرار وحالات لا أمن في بعض الأحيان التي قد تتولد عن هذه الممارسات لا تنحصر فقط في الدول التي تحصل فيها بل يمتد وتمتد تداعيتها إلى دول الجوار لهذا أنا أعتقد بأن الوعي الذي يجب أن تلتزم به هذه النخب الحاكمة في هذه الدول يجب أن يكون على مستوى التحديات التي تعيشها الدول والمنطقة بصفة عامة في الوقت ذاته لاحظنا أن بعضا أيضا من هذه الدول حاولت الخروج من عنق الزجاجة كاتشاد التي أجريت بها انتخابات رئاسية في 6 ماي الماضي يعني هناك خطوة إلى الأمام مقارنة بالبلدان الأخرى التي جرت بها انقلابات هل هذا مؤشر أن هناك ربما نية لتكريس الديمقراطية في هذا البلد برغم ما يقال عنه هي أكيد أنه ليس هناك نظام لا يريد أن يكون ديمقراطيا ولكن الخلل يحصل عندما يريد أن تكون ديمقراطية على مقاسه يعني بالنسبة لبعض الحكام الأفارقة هنا يحصل الخلل ولكن يبقى أن إجراء الانتخابات في موعدها ولو ببعض الشبهات يبقى في حد ذاته شيئا إيجابيا لأنه حتى المنتخب بمعنى الرئيس الذي أفرزته هذه العملية الانتخابية هو بحاجة إلى تلك الصورة بأن هناك جزء من أغلبية الشعب التي تؤيده وهذا يعطيه قوة على المواصلة والاستمرار ولكن أقول دائما بأنه يجب أن نعمل في إطار تصور تقدمي إن صح التعبير كيف؟ بمعنى أن يكون دائما لدينا تصور لتصحيح الأوضاع في المستقبل في تشاد وفي مالي وفي النجر وفي كل الدول الإفريقية لأن العودة إلى الوراء هي التي يمكن أن تؤدي إلى حالات لاستقرار في حين أن التقدم ولو كان بسيطا فإنه يخدم مشروع البناء الديمقراطي بعض دول مغاربية أيضا في شمال إفريقيا أيضا معنية بهذه الاستحقاقات الجزائر، تونس، موريطانيا أيضا فهل مشاركة شعوب هذه المنطقة في الاستحقاقات المقبلة يمكن أن يكون درعا لحماية الأمن القومي للمنطقة برمتها في ظل الأجندات التي تحاول بعض البلدان الوظيفية تجسيدها في المنطقة والجميع يعلم بخباياها فهل يمكن أن تكون درعا لحماية الأمن القومي؟ أكيد عندما نتحدث عن المشاركة السياسية فإننا نتحدث عن تقريبا الرسالة الأكبر التي يمكن أن توجه للجميع توجه للخارج القريب والخارج البعيد بأن هناك تمسك بالعملية الديمقراطية تمسك بالمصار الدستوري في هذه الدول وأن كل محاولات التأثير أو ربما حتى الاختراق وتكسير هذه المعادلات مرفوض من طرفي شعوب المنطقة لهذا أعتقد بأن الإختبار بالنسبة للدول المغاربية وإن كانت تجاربها الديمقراطية أكثر نضجاً يعني مقارنة بدول إفريقية أخرى ولكن يبقى بأنه في التحدي موجود التحدي الذي يفرضه السياق العالمي السياق الإقليمي بصفة عامة ما يحصل في غزة هذه كلها سياقات في بعض الأحيان تزيد من حجم التحدي عندما يتعلق الأمر بالانتخابات وخاصة الانتخابات الرئاسية لهذا أعتقد بأن الرهان بالنسبة لهذه الدول ولحكوماتها هو كيف نعمل على زيادة مستويات المشاركة إلى أقصى حد الممكن وأعتقد بأن هذا يتحقق كلما توفرت الشروط الديمقراطية للعملية الانتخابية لاحظنا الحملة الانتخابية التي نشطها ولد الغزواني في موريطانيا وعلم أن موريطانيا ستكون الانتخابات غداً السبت إن شاء الله فركز في حملته على وجوب استحداث آلية من طرف بلدان شمال إفريقيا لمجابهة الإرهاب ودق ناقوس الخطر قال يجب أن تكون هناك آلية تعوض ربما الجي فايف أو الآليات الأخرى التي كانت مستحدثة فهل أصبح اليوم الاستقرار محيط المنطقة أولوية مثل استقرار الداخلي لهذه البلدان أكيد لأن كما قلنا منذ قليل عندما نتحدث عن حالات الاستقرار حالات لا أمن التهديدات الأمنية في هذه المنطقة المنطقة المغاربية منطقة الساحل في القارة الإفريقية عموماً فنحن نتحدث عن تهديدات عابرة للحدود بمعنى أن حالات لا استقرار حالات لا أمن التي قد تنشأ في دولة ماس سرعان ما تنتقل إلى دول أخرى ولو بنسب متفاوتة وبالتالي التفكير اليوم هو كيف نحافظ على استقرار كل هذه الدول يضاف إلى هذا بأنه اليوم عندما نتحدث عن المنطقة المغاربية وعندما ننظر ما يجري التخطيط له للعالم العربي بصفة عامة من طرف الكيان الصهيوني مخططات التفكيك مخططات الاختراق خاصة أنه فيه دول وظيفية تعمل على تحقيق وتشسيد هذه المشاريع فالأكيد بأن التحدي سيصبح أكثر وأكثر وبالتالي فعلاً عندما نتحدث عن هذا الخطاب فهو يعبر عن الوعي بهذه الظرفية الجيوسياسية الحساسة التي تتطلب تضافر الجهود تتطلب آليات جديدة للتعاون بين الدول التي من شأنها وأن تحمي الأمن الإقليمي ولكن في الوقت نفسه تضمن الأمن القطري لكل دولة من هذه الدول سنة 2024 هي سنة الانتخابات بامتياز في القرى الإفريقية فهل يمكن أن تتحول أو أن تكون هذه المواعيد بمثابة نقطة تحول بالنسبة لإفريقيا؟ يمكن أن تكون ولكن بشرط الالتزام الشعبي بهذا دائماً يجب أن نأخذ المثال السينيغالي كمثال واضح عندما كان فيه تجند شعبي لإنجاح هذه العملية حتى المخططات التي كان يجري الحديث عنها على أن ماكيسال سيخلف نفسه أو على الأقل سيعين شخصاً آخر ورشح شخص آخر ليواصل في المصار ولكن عندما كان فيه تجند شعبي أفشلت هذه المخططات لهذا اليوم الانتخابات التي شهدتها القرى الإفريقية وستشهدها في الأشهر المقبلة خلال هذه السنة هي فرصة فعلية من أجل تعزيز عملية البناء الديمقراطي بشرط أن يكون فيه التزام شعبي وعي بحجم التحديات التي تعيشها القرى وفي الوقت نفسه قدرة على المشاركة الفعالة التي من شأنها أن تغير الحالات القديمة التي يجري الاتفاق على أنها حالات مستنكرة ولا يجب أن تتكرر في القارة دكتور حسن حمزة أستاذ العلوم السياسي والعلاقات الدولية أشكرك على كل هذا التحليل الخاص بالمشهد الانتخابي في إفريقيا لهذه السنة والعفو أستاذ فوزي أنتم أيضا مشاهدين يمكنكم المشاركة معنا في هذا العدد من برنامج البعد الإفريقي وكنتم قد صوتتم على سؤال استطلاعنا الذي كنا قد طرحناه عليكم عبر منصاتنا الرقمية بخصوص إمكانية تحول الانتخابات في إفريقيا إلى آلية للاستقرار وحماية الأمن القومي للمنطقة وكانت النتائج كالتالي 80% صوت بنعم فيما صوت 20% بلا عود لنا بعد الفاصل في ملفنا تعتبر اتفاقية مدريد المنعقدة عام 75 جريمة في حق الشعب الصحراوي حيث تخلت بموجبها إسبانيا عن مسؤوليتها تاريخية في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية والتي كانت تسمى بالمقاطعة الثالثة والخمسين ومنحتها لمحتل آخر دون أي اعتبار للرأي الاستشار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 16 أكتوبر 75 والذي يكد أنه لا سيادة للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة وأن هذا البلد لم يكن أرضا بدون شعب قبل الاستعمار الإسباني للوقوف عند أبعاد اتفاقية مدريد التي قسمت بموجبها السقية الحمراء ووادي الذهب يحضر معي الدكتور أنيس بوقدر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أستاذ بوقدر أهلا بك معنا أهلا بك سيدي أهلا بمشاهدين الكرام أستاذ بوقدر هل عار اتفاقية مدريد التي قسمت بموجبها صحراء الغربية بين إسبانيا والمغرب وموريطانيا في عهد نظام المختار والدده لازال يلاحق إسبانيا والمغرب إلى يومنا هذا في الحقيقة سيدي الفاضل اتفاقية مدريد هي العار بحد ذاتهم إذا رأينا أو إذا تقصينا السياق الذي جاءت في هذه الاتفاقية فإننا سوف نقول ببساطة أو بوضوح أن هذه الاتفاقية جاءت محاولة لإيجاد مظلة قانونية أو الإطفاء الشرعية على اختصاب أراضي من لا يستحقها يعني من لا يملك لمن لا يستحق لمن لا يستحق ولم يملك أيضا في السابق لأن الرواية المغربية تحاول أن تدرج ضمن تراثها وضمن تاريخها إطار الصحراء الغربية وبالتالي فإن هذه الاتفاقية اتفاقية مدريد جاءت في بدء الأمر هي اتفاقية جمعت بين أطراف ثلاثة بين الدول ثلاثة تجمع بينهما المصلحة مع تغييب الشعب الصحراوي مع تغييب الطرف الصحراوي الذي يعتبر المعني الأساسي بالقضية وبالتالي قانونيا فإن معايير بطلان هذه الاتفاقية بدأت مع بدايتها بدأت مع بداية هذه الاتفاقية وبالتالي فإذا محصنا جيدا السياق التاريخي لاتفاقية مدريد نجد أن العدوان العسكري المغربي والطغيان السياسي المغربي الذي لاقى إنصح التعبير تأييدا من بعض الدول الاستعمارية الأوروبية لمصلحة لا في هذه الاتفاقية أراد الطرف المغربي والطرف الإسباني أن يغطيها على هذه التجاوزات السياسية والعسكرية وأن يحاول أن يرجح الكفة بين ما هو سياسي وما هو قانوني وبالتالي تم اللجوء إلى اتفاقية مدريد التي لم تكن لا تحتلوى أي منظمة من المنظمات الدولية وحتى المنظمات الإقليمية بل وحتى أنه في الأراءة الاستشارية لمحكمة العدل قالت أنه لا سيادة للمغرب على الأراضي السحراوية بحكم أن الأراضي السحراوية لم تكن أراضي من دون شعب هذا من جهة من جهة أخرى الأراضي السحراوية التي كانت تحت الإدارة الإسبانية بعد مؤتمر برلين الذي تقاسمت فيه القوى الاستعمارية مستعماراتها كان مؤتمر برلين في السابق ثم مؤتمر سايكس بيكو بالنسبة للدول المشرق العربي مؤتمر برلين وقعت الأراضي السحراوية تحت نطاق الاستعمار الإسباني وبالتالي الحدود الموروثة عن الاستعمار تثبت أن الصحراء الغربية لم تكن أبدا تاريخيا تابعة للمغرب بأي شكل من أشكال وكأننا الآن نرى تعدي واضح وصارخ على أراضي لا تمت بصلة للكيان المغربي ومقابل هذا ومقابل أن تتبنى بعض الدول الأوروبية وجهة نظر المغربية يقدم المغرب تنازلات كبيرة تندرج حتى في سيادته وماسب تومليلية عنا ببعيد نعم والمغرب لاحظنا أن الاجتياح الذي قام به كان يوم 31 أكتوبر ورأي المحكمة الاستشاري كان في 16 أكتوبر أي أسبوعين فقط بعد القرار الذي لم يعجبه قرر اجتياح الأراضي الصحراوية للإشارة فقط فإن بموجب هذه المعاهدة تحصل المغرب على الساقية الحمراء في الجزء الشمالي وموريطانيا على وادي الذهب في الجزء الجنوبي فيما باقيت إسبانيا تستغل مناجم بكراع للفوسفات وأيضا قاعدتين عسكريتين قبل الجزء الكناري مقابل عدم مطالبة المغرب بالجزء الجحفرية وسبتة وامليلية أيضا في الحقيقة سيدي لقد أشرت إلى نقطة مهمة جيد جدا وما تفضلت به يفك لنا خيوط الاتفاقية مدريد ويفك لنا خيوط اللعبة في مدريد إذن اتفاقية مدريد شهدت ثلاث أطراف إن صح التعبير لا علاقة لها بالأرض شهدت الإسبانيا شهدت المغرب وشهدت النظام الدداهي الموريطاني وهنا أفتح قوس فقط لما نتحدث عن موريطانيا نتحدث عن النظام الدداهي مختار والدداهي في تلك الفترة لأن مواقف موريطانيا تجار قضية معروفة معروفة وشرعية وفي الطريق الصحيح إذن جمعت بين أطراف الثلاث وكان ظاهر وباطن هذه الاتفاقية هو إن صح التعبير تقسيم مجحف استغلالي استعماري لثروات شعب لثروات شعب وأرض شعب وكنت قد فصلت أيضا أثناء سؤالك حين قلت أن إسبانيا قدمت الصحراء الغربية على طبق من ذهب للمغرب وموريطانيا مقابل ماذا؟ مقابل امتيازات وهذه النقطة تحيلنا إلى نقاط أخرى إذا كان حقيقة أن هذه الأرض الصحراء الغربية هي أرض مغربية فهل من المعقول أن نتقاسم أراضينا مع بلدان أخرى؟ وهل من المعقول أيضا أن نسعى لاسترداد أراضينا مقابل تقديم امتيازات؟ هذا ما يعيدنا أيضا إلى اتفاقية إيفيون التي خاضتها الجزائر هل قدمت الجزائر تنازلا أثناء طاولة المفاوضات؟ بل كان الوحيد الجزائر من أول البند أن الجزائر كل واحد ولا يتجزع خاصة بعدما كانت تطالب فرنسا بفصل الجزائر عن الصحراء والامتيازات التي قدمتها فرنسا للجزائر مقابل القبول بهذا الشرط لكن الجزائر من منطلق أن الأرض واحدة وموحدة ومنطلق أن شهداء الجزائر قد ضحوا واستشهدوا على كامل هذا التراب الوطني انتفى هذا الشرط لكن ما أسس لهذا الشرط في الجزائر غائب في المغرب المغرب إذن لا تملك هذه الأرض وبالتالي كانت مستعدة ولازلت مستعدة لتقديم تنازلات تتعلق بالسيادة بالدرجة الأولى أين كان المغرب بما أنه تحصل على استقلاله في عام ستة وخمسين ويحتفل بعيد استقلاله في هذه السنة فأين كان المغرب منذ ستة وخمسين إلى غاية خمسة وسبعين أو ستة وسبعين لما خرج آخر جند إسباني من الصحراء الغربية خلال عشرين سنة لا يوجد حضول المغرب لا توجد أي معركة بين المغرب وإسبانيا لا نجد اسم أي شهيد مغربي في الوقت الذي نجد أن الصحراء الغربية عدة شهداء نتحدث عن مقاومة الشيخ مالعينين نتحدث عن سيد إبراهيم باصيري الذي هو مختفي إلى يومنا هذا ولا يعلم أحد مصيره خلال حركة طلاعي عام 1970 نتحدث أيضا عن شهيد الولي مصطفى السيد الذي استشهد أيضا بموريطانيا فالمغرب لماذا ليس له أي شهيد بما أنه يدعي بأن الأرض هي أرضها في الحقيقة سيدي أنت تتحدث عن دولة وعن كيان إن صح التعبير لم يمتلك أبدا ثقافة الثورة وثقافة التحرر أقول جيدا التحرر من منطق ما أخذ بالقوة يسترجع بالقوة وبالتالي ربما أنت تتحدث عن كيان إن صح التعبير أتعود على تقديم تنازلات أتخص سيادته وتخص شرف أراضيه مقابل نيل بعض الامتيازات الظرفية إن صح التعبير إذن لماذا تتفضلت به من المقاومات التي شهدها الشعب الصحراوي واختلط أيضا بذلك الشعب الموريطاني وحتى الجزائر في إبان الثورة التحررية إذن المغرب لا يملك كل شيء لم يتعود على هذه المبادئ الثورية وبالتالي كانت العقيدة الأساسية للمخزن منذ الأزل هو محاولة الالتفاف ودس الدسائس وأيضا تقديم التنازلات حتى على حساب السيادة المغربية بحد ذاتها وما حدث مع التطبيع الأخير مع الكيان الصهوني سيدي هذا في الحقيقة هو تفكير دولة تفكير نوعية تفكير أو عقلية تفكير ممتدة منذ القدم منذ الأزل هذا الشعب أو المخزن عفوا المخزن لم يتعود عن استرداد ما أخذ منه بالقوة لم يتعود أيضا على الطرق الشرعية وبالتالي تعود على الالتفاف وتعود على التنازلات وتعود على أخذ الأمور بغير طريقها الشرعي وبالتالي فإنه من غير الصائب أو من غير الصواب عفوا أن نتحدث عن ثوار وأن نتحدث عن ثورة وأن نتحدث عن استرجاع حق منهوب ونتحدث في نفس الوقت عن المخزن وكل دسائسي عبر التاريخ هل تعتبر اتفاقية مادريد الاتفاقية الأكثر ظلما؟ بعد اتفاقية وعد بلفور؟ في الحقيقة أعتقد في نظري أن اتفاقية مادريد هي الأكثر ظلما في التاريخ حتى ربما أكثر من اتفاقية بلفور لأن اتفاقية بلفور كانت من طرف مستعمر واضح مستعمر تقليدي كان يهدف إلى احتلال أكبر قدر من أراضي المشرق العربي وقدم تلك الأرض لذلك الكيان ليخدم أيضا مصالحه وبالتالي كانت تلك الاتفاقية تجسد العداوة التاريخية بين بريطانيا والشعوب العربية المسلمة أما الذل الذي يمشي مع اتفاقية مادريد أنه كان طرفها دولة عربية تقتسم نفس المبادئ تقتسم نفس التوجهات نفس الدين إن صح التعبير غدرت بحاولت أن تستغل وتغدر بالشعب الصحراوي الذي ربما أنذاك لم يكن يمتلك تلك القوة ولم يكن يمتلك ذلك الدعم الدبلوماسي وكان ربما في بداياته إذن إن صح التعبير اتفاقية مادريد في نظريك كانت أشد ظلما وحقارة من وعد بيلفور هل يمكن أن نقول أن إسبانيا غدرت بالصحراويين للمرة الثانية بعد اتفاقية مادريد المرة الأولى كان خلال الاجتياح عام 1884 إلى 1975 ثم 1975 اتفقت طرفين على خروجها وتنظيم الاستفتاء لكنها قامت بالتوقيع على هذه الاتفاقية في الحقيقة مصار إسبانيا في أزمة الصحراء الغربية ومصار التعام والتفاعلات الإسبانية مع كل من المغرب وموريطانيا والصحراء الغربية كل هذه التفاعلات مردها إلى شيء وحده هو المصلحة الإسبانية إسبانيا كانت دائما تبحث عن مصالحها حتى أن اتفاقية مادريد التي تخلت بمجبها إسبانيا عن مسؤوليتها التاريخية في الصحراء الغربية كانت بمقابل أيضا كان حيث قدم المغرب مجموعة من التنازلات التي ربما لا نسمع عنها إلا القليل ذلك القليل الذي يمثل الرأس من الجبل الجليدي إذن أعتقد أن إسبانيا كان المحرك الأساسي لتحركاتها وتفاعلتها في هذه القضية هو المصالح الإسبانية دون النظر ودون المراعاة إلى الشعوب المطهدة في المنطقة وهو حال وحال جميع الدول الاستعمارية التي بادرت بالتقسيم الاعتباط للحدود ومن جرى عنه من مشاكل ونعارات إلى آخره وبالتالي فإن إسبانيا أيضا من مصلحتها ترك الضبابية وترك الأمور على ما يرام من مبدأ الفوضى الخلاقة لأنه كلما كانت فيه أزمات في أقاليم معينة كلما سهولة على القوى الاستعمارية بناء الصرح الذي تريده بناءه سواء صرح سياسي أو إلى آخره لما نتحدث عن الغادر أعتقد أنها غادرتها أيضا للمرة الثالثة لما غير رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موقف بلاده بخصوص القضية ومال أكثر إلى المقاربة المغربية ليس كذلك؟ نعم أكيد أكيد أنه دائما ما كان المغرب يقدم تنازلات والإسبانيا تسيل لعبه أمام هذه التنازلات إذن أعتقد أنه دائما ما نعود إلى المقولة الشهيرة التي تطبع العلاقات الدولية هو أنه لا توجد عدوة دائمة ولا توجد صداقة دائمة أما توجد مصلحة دائمة إذن إسبانيا كانت تسيل وفق هذا المنطق وبالتالي كانت إسبانيا تلعب على الخيطين أيضا تلعب إن صح تعبير على الوترين والمغزى من ذلك والهدف من ذلك هو تنتظر أن يقدم المخزن تنازلات أكبر في الحقيقة المخزن ربما يقود أو يلوي على رقبته يروي على رقبته حبل فنائه إن صح التعبير وحبل تورطه في العديد من القضايا الدولية لأنه يدخل في مجموعة من القضايا التي ينجر عنها فقدان جزء أكبر فقدان أجزاء جديدة من سيادته لأن التنازل الذي جاء من قبل إسبانيا في اتفاقية مدريد يطرح حدة تساؤلات ماذا قدمت المغرب ماذا قدمت المغرب لتحظى بهذا التنازل هذا من جهة أخرى لماذا قبلت المغرب أن يمنح الجزء الجنوبي من الأراضي الصحراوية لنظام الدداهي في موليطان لا يوجد أي بلد في العالم يقتسم أرضه مع بلد آخر وبالتالي هي لعبة خيوطها واضحة وأيضا فيه فقط تعنت من الجانب المغربي وإصرار أيضا من الجانب الإسباني على ترك الأمور فوضوية وعلى ما هي عليه الآن نعم والدليل أن مؤخرا حسب ما جاء في وسائل الإعلام الدولية فإن إسبانيا ستمنح المجال الجوي للصحراء الغربية للمغرب إذا تأكد هذا الخبر يعني نحن اليوم أمام الغدر للمرة الرابعة ربما من طرف إسبانيا نعم هذا تدخل صارخ آخر في حق الشعب الصحراوي وفي حق أراضيه أيضا وبالتالي أيضا المغرب أعتقد أنه لعبة أيضا سياسية من المغرب إذا ربما اقتراح هذا الأمر عفوا اللعبة سياسية من إسبانيا واقتراح هذا الأمر للمغرب يعني أيضا انتظار تقديم تنازلات أخرى من المغرب لصالح إسبانيا لأن إسبانيا لا تقدم لك شيئا على طبق من ذهب وبالتالي نفس السيناريو يتكرر والتاريخ يعيد نفسه مرة أخرى إسبانيا عفوا المغرب تقدم التنازلات وإسبانيا تستفيد والشعب الصحراوي هو الضحية المغرب يدعي كما قلت أن هذه الأرض هي أرضه فهل من المعقول أن يتم بناء جدار عازل يبلغ 2700 كم طولا وثلاثة أمطار ارتفاعا على أرض نقول أنها هي ملكنا وهي أرضنا هل من المعقول أن يحدث هذا في الحقيقة عندما كنت تتحدث سيدي على الجدار قد ذكرتني بالممارسات العنصرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وكان مرض تلك الممارسات وبناء جدار العنصري هو الخوف من مجرد التواجد في أراضي ليست لك ويمكن تطبيق نفس المبدأ في الصحراء الغربية وبالتالي بناء هذا الجدار العازل هو نابع من منطق واحد وهو نابع من مطلق واحد وهو الخوف من التواجد في أراضي ليست لنا وهو المعرفة المسبقة والمعرفة الجازمة بأن التواجد في هذه الأراضي هو غير شرعي لا قانونيا ولا تاريخيا ولا مسوغ له وبالتالي سوف ينجر عن هذا التواجد مقاومة شرسة من الشعب الصحراوي لاستغداد حقوقه وبالتالي حق للمغربي أن يخاف مما يقوم به الآن علما أن هذا الجدار الذي نتحدث عنه أبقى أزيد من 200 ألف صحراوي شرقه يتخبطون في اللجوء وأبقى أيضا عددا أيضا مهما في غربه أيضا يعيش تحت وضعة الاستعمار اليوم المغرب بصدد تغيير التشكيل الديمغرافية للمناطق المحتلة الصحراوية ما هي قراءتكم لهذه الأخوة؟ قراءة السيدي أن المغرب كما قلت لك في السابق أن هذه الممارسات هي ممارسات لهو سلوكات استعمارية حاليا هو يستبدل السكان الصحراويين في المناطق المحتلة والمسطنين المغربة أكيد سيدي إذا أردنا أن نفهم السلوك المغربي في الصحراء الغربية فما علينا إلا أن نشرح حالة من حالات الاستعمار الشنيعة السابقة في التاريخ سواء الاستعمار الفرنسي أو الاستعمار الإسرائيلي الآن في الأراضي الفلسطينية إذن هذه الموجات من الاستعمار وهذه السلوكات الاستعمارية تلتقي في شيء واحد وهو محاولة إفناء الساكنة أو السكان الأصليين في المنطقة واستبدالهم بمعمرين ومستوطنين صح التعبير وبالتالي هذه السلوكات التي يقوم بها المخزن المغربي ما هي إلا انعكاسات لتصورات استعمارية لكيان لم يرضى بحدوده ولا زال دائما يطمع إلى استغلال حدود جيرانه الدول وهو الكيان الوحيد الذي يقول دون أن تعمى سياسة حسن الجوار في المغرب العربي في الأخير هل بإمكان المغرب اليوم تضليل الرأي العام الدولي بخصوص هذا الملف الملف الصحراوي في الحقيقة لا يمكن للمغرب أن تقوم بتضليل الرأي العام الدولي لأن الرأي العام الدولي يستند إلى حقائق تاريخية ويستند إلى حقائق واقعية أيضا على الميدان وربما نحن في عصر الإعلام والعالم أصبح قرية صغيرة وبالتالي إذا لم يستطع الكيان الصهيوني إخفاء وحجب القضية الفلسطينية فلن يمكن أن المغرب لن يستطيع إخفاء إخفاء قضية آخر مستعمرة في إفريقيا والمندرجة في منظمة الأمم المتحدة وهي قضية تصفية استعمار وبالتالي هذا غير ممكن الآن القضية الصحراوية قد دولت وما هي إلا مسألة وقت ليقتنع المغرب أنه لا سيادة له على الأراضي الصحراوية أكتفي بهذا القدر من الأسئلة أشكرك دكتور أنيس بوقدر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية على كل هذا التحليل المتعلق باتفاقية مادريد المبرمى عام 75 شكرا سيدي تشرفت بالمغرب بهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من برنامج البعد الإفريقي لقاءنا يتجدد بعد أسبوعين على الثالثة الإخبارية للتليفزيون الجزائري للتفصيل في ملفات إفريقية أخرى تقبلوا مني تحياتي وتحياتي الفريق الذي رفقني وسيلة شاكر في الإخراج ناسي محليت في تصميم وبرمجات الستوديو الإفتراضي بلال سلمنة ونجيب وعلي في المسجي والتركيب دومتم في أماننا ترجمة نانسي قنقر